بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم حبيب ومتابعين السباكة. النهاردة معنا الحلقة التانية ان شاء الله. اه هناخد المقاس بتاع المصورة اللي هي هتطلع معنا على الخارج. اه من الشفة الدخلية من الواي او من المشترك يعني. ده بيكون المقاس الصح بتاعها. وبعد كده بنعلم ان شاء الله. لو احنا ما امكنش ان احنا نقيس من الشفة الدخلية. ممكن ان احنا نقيس من على الشفة ونزود الى اربعة سنت ونص امت الدخول في المشترك. امت المصورة يعني. ده معنا ان شاء الله احنا موطينها. اه حوالي اه اربعة سنتي او تلاتة سنت ونص. لان احنا عندنا اه الميول الصح اه من سنت لسنت ونص. يعني هو اه في الميول في المواسير. لو انا هعمل خط مواسير اه ماشي في الارض يا جماعة. لكون المتر اه من سنتي لسنت ونص. يعني ما يقلش عن سنتي وما يزدش عن سنت ونص عشان ما نفحرش كتير. اه لان هيرمي ميول جامدة معنا. احنا عندنا دول اه حوالي اه اقل من تلاتة متر اللي هو عرض المطبخ معنا. وده الفتحة اللي هي ان شاء الله هتعدي على المنور. طبعا بعد عن الحيطة حوالي بتاع اه تمانين سنتي او تسعين سنتي. اللي هي امت الزاوية اللي احنا عملناها داخل الحمام عشان اه زي ما اتكلمت عندنا اه مشتركين اتنين اه صرفين اللي هي قعدة في الفرنجي وبلدي. فانا لفنا الزاوية ده عشان المصورة بتاع الصرف الافرنجي يخدم معنا على الحيط. لان لو عدناها عدلة جماعة هنضطر نجيب قعدة اس بتصرف في الارض. مش هينفع تصرف اللي في الحيطة على المصورة وهي بيضة عن حيطة حوالي خمسة وعشرين سنتي اللي هي امت العمود اللي احنا شفناها مع بعض في الحمام. دي الفتحة اللي هتعدي معنا على بره ان شاء الله. اه حبيبي المبتديين اللي ما شافش الحلقة اللي فاتت. اه ان شاء الله هسيب اه لينك اسفل الفيديو. لو حبينا اه نشوف اه اول الفيديو والوزنة وحبنا اخدها اللي هو الشيرب بتاعنا. طبعا كده هنحاول نكسر شوية اه في الخرصانة. طبعا احنا عندنا مين خرصانة في حوالي بتاع عشرين سنتي اه في الحمام. طيب انا بكسر شوية دول ايه? بكسر شوية دول انا طبعا انا واخدين وزنتنا على باب الشقة. فالمسافة عندي اه محكومة. بمعنى ان انا كده المفروض اه الاعدة بعد الميول بتاعتي الاعدة هتكون اه رجبة على السفون على طول. وده طبعا انا ما بحبوش. هو ينفع انها تركب لو اضطر الظروف اه ان هي اه ما نقدرش ان احنا يعني نكسر او ما فيش ارتفاع. ينفع انها تركب على طول على السفون على طول. انا اكسرت حوالي اه تلاتة سنتي بس مش كتير تحت السفون الريحة معانا. او الكورة الريحة يعني. بحيث ان انا عايز اعمل وصلة مبيل جسم الاعدة ومبيل السفون. لان اه لما الاعدة بتركب على السفون على طول للأسف اه بيكون يعني قريبة. المسافة بيكون قصيرة. يعني ليه? انت حجم الاعدة اللي البلدي يختلف. انت بيكون بفاضة وران فبيتباد جوة تحت. فما بتركب على السفون على طول ما بين اعر السفون وما بين شفة الاعدة. كلهم حوالي ما يجيوش عشرة سنتي. فما بيكون فيه مسافة معاية بيكون افضل يعني. عشان ممكن تكونوا الماية مش متوفرة للأعدة يعني. دي برضو حاجة ناخد بالنا منها يعني لو فان كان ان احنا نركب وصلة على السفون ده بيكون افضل. الحاجة التانية برضو لما بيجي ركب الاعدة الزور بتاعها على السفون على طول بيكون واسع. يعني بيبقى في عندي آآ بروز حوالين الجسم الاعدة الزور بتاع الاعدة وما بين السفون. لم كان لما بعمل من وسط المصورة بتكون ادوى. ادوى. لانها بتخش جوة السفون معاي. وفي نفس الوقت بتكون محكومة على الزور بتاع الاعدة. وهنشوف برضو فكرة جميلة هنعملها النهاردة بحيث ان انا محصلش عندي تسريب بعد كده. تمام? طبعا احنا بنعلم يا جماعة عندنا فيه. آآ سنن في في كل زاوية. عشان نقدر نحدد آآ المأسات بتاعتنا تطلع قويسة ومنرجعش آآ يبقى في عقب عندنا. طبعا هي مبارة محكومة معانا. يعني حتى لو لفت منك سنة انت كده كده هترمى على البندة او هترمى على التفتيش الرئيسي على طول مباشرة على بره. اهم حاجة ان احنا قبل ما نثبت الشغل بتاعنا ناخد الوزنات بتاعتنا الصح ونسنطر الاعدة في نص الحمام او في نص نص الحمام لان طبعا هنقسم الحمام ده على جزين يعني تمانين وتمانين. تمانين للبلد وتمانين للفرنجي. لان الواحد بيشوف ساعات بتلاقي العادتين قريبون من بعض. تيجي توعد مسلا على الفرنجي تبتنية قريبة منك. يبقى انا عند الحمام اه مية وستين سنتي مسلا وللاسف اه المسافة مزنوعة. شايفين طبعا المصورة هي لما نيجي ندخلها على الزور بتاع القاعدة شايفين ماشي داخلها يا معا. طب نعمل ايه نحاول نحن نسخنها على النور. عشان تبات معاي. طبعا بنولع اي اه لو انا ما فيش شوق لما وجدنا مطفرة. ممكن اه شكرة اسمنت. او شوية ورق اولح فيهم. ممكن لو فيه هطر متوفر. اه نسخن عليها بالهطر برضو ما فيش مشكلة. يعني المواسل المعتمد عامة مجرد ما بتشم ريحة الصهد او النار يعني بتطرق بسرعة معا. وبتكون مرنة وكويسة يعني نقدر بنحنا نوسحها بالحجم اللي احنا عايزينه. بعد كده بنسخنها على طول بننزل لغاية ما توصل لجسم الاعداء بالشكل اللي احنا شايفينه. ونحاول برضو نحركها شمال ويمين لان ساعات اه دوران بتاع الاعداء ما بيكونش كلاته واحد. فاحنا ما باللفاء كده بتطبع معانا. يعني ايه تنزل معانا على ايه الاخر وتطبع معانا كويس بالشكل اللي احنا شايفين. اه اهم حاجة جماعة احنا عملنا دي ليه? عشان عندي ساعات ممكن اكب بكمية مية جامدة. يعني ممكن مثلا عندي غسيل عندي بتاع فكبنا كمية مية. المية دي بتألف السفون فتقوم تصربلي من بين السفون ومن بين اه الجسم بتاع الاعداء. طبعا بعد كده بشوف المسافة اللي انا عايز اقديه بعد ما سخنت. تمام? وباخد المقاس من الداخل من الشفة وبحط الميزان على الاعداء. وباخد الوزنة بتاعتي من الشرب بتاعي اللي هو وش بلاط المفروض عندي. تمام? بعرف انا محتاج اه قدية. طبعا ونص اللي هما الامت الوصلة الجزء الزور اللي هما هيخش جوه اه اه جوه الاعداء معنا تاني. عشان خاطر ارفع المسافة اللي انا محتاجة. يبقى انا كده اه الشواء اللي كسرتهم اه طبعا لهم فايدة كبيرة يا جماعة. يعني انا ما بعمل الوصلة ديا. يريد ان اي حد يقدر اه يكون في استطاعته ان هو يركب وصله ما بين الاعداء وما بين السفون. دي طبعا هتكون افضل كتير عشان نفتافد عملية التسريف فيما بعد. اه الحاجة التانية ان هي اه تكون المسافة طويلة بحيس يبقى انا عندي فيه اه الحاجات دي مسلا ان هي مدرية بسلا نزلت تحت المسافة دي مكونش يعني ايه زهرة اوي كده. طبعا فاهمين كلامي. بعد كده بسوي الحرف بتاعها هوا بعد ما طعناها. اه معلش يا حبيب انا يعني توزروني ما ينفعش نزل الشغل كله في حلقة واحدة يعني انا يعني انتوا تحملوني بحيس ان انا يقدر اوصل لكم المعلومة ونقدر نتعلم حاجة من الشغل. ممكن بعد كده نتابع الحلقات كلها ان شاء الله. انا هرقمهم بحيس اه من البداية لغاية ما نخلص ان شاء الله. وانتباحهم على بعض ما فيش مشكلة. عشان طبعا بس الوقت والشغل والظروف. بعد كده هنغرج ان شاء الله. وهنه هنركب معنا الواصلة ديا. طبعا نزود الغير يا جماعة في السفون وفي الواصلة دي برضو. عشان خاطر اه تكون ما فيش عند اي تسويس او فاصل وده يسبب لي تسريب بعد كده. او عن الوازنة دي مهمة جدا ان انا اوزن السفون عشان يحتفظ بكمية المية. شايفين هو حوالي خمسة وعشرين سنط طوله? تمام? الشوية دول او المسافة ديا اه بتحتفظ بالمية لما يكون ركب على ميزان معاني. تمام? دول الشوية الزيادة اللي هم انا رفعتهم هم جماعة بعد الايه? اه بعد ما اطعناها. بنحاول برضو ان احنا نوزنها. طبعا اه بنحاول نسوها على الساروخ عشان تطلع كلها عيدة معانا مزهن. بعد كده بنصبها سمنت. طبعا لازم نردم اجامعة بسن. سن ورملة ما نحطش طرابة. يعني اه وبلاش كمية رملة كبيرة. لو انا هردم يامة. اه شايفين المونة عاملة ازاي? يعني هردم السن في الجزء بتاع الحمام بالاخص. يعني انا بتكلم على الشغلة في الدرق الارضي. لازم تكون المونة طرية عشان اه تترفيلي حوالين الفواصل بتاعتي او حوالين المواسير بتاعتي. ونحاول ان احنا ندأدع عليها على جسم المصورة. زي ما احنا شايفين اهوا. لان اه عاملية الدادة دي بتعمل زي زبزبة في المصورة. الزبزبة دي بتخل المونة تسيل حوالين المصورة من كل اتجاه. وما يباشى عندي فرغات خالص موجودة. يمكن المصورة بتادت تظهر برضه معنا هو بعد ما المونة نزلت كده حواليها. اه السن ده طبعا احنا عندنا كده كده في خرصانة. دي مهم جدا ان انا يكون عندي اساسا خرصانة شايلة الشغل الصرف بتاعي ده في الدرق الارض عشان ما بيحصل تريح المواسير دي بتكسر يا جماعة. بيحصل فيها كسرة على طول. لان مش كل الناس هتشتغل مواسير معتمد. المصورة المعتمدة مش عايزة اسمنتو والله. انا بعمل كده عشان نحن بنشتغل صح. لكن المصورة دي لو انا عايز اسيفها من غير اسمنتو هبلت وهردم عليها براملة عادي مش هجرى لها حاجة. المواسير المعتمدة بيكون خامتها اه تتحمل اي وزن. يعني المصورة ممكن تشيط طن لغة طن معا. ده الصرف الافرنج ان شاء الله. ده هو الصور التسعين ده او انا هنوض عليه برضو واصلا ان شاء الله برضو هنقصها مع بعض دلوقتي. بعد كده بنسيب الاسمنت ده ينشف. ما نحاولش نركب الاعدة في نفس اليوم يا جماعة. عشان اه الاعدة انا كده كده بنحط اسمنتو والاعدة بتكون تقيلة وبنضغط عليها في التركيب. فممكن تريح للمواسير. يعني المواسير ممكن بكونش واصلة الارض سبتة. يعني ممكن تكون معلقة. ففي الحالة دي ممكن الوزنة اللي انا وزنها تتحرك من مكانه. زي البانيو. كنا بنركب البانيو الاول اه اللي هو العادي مش الشاسيه. كان بتعمل الاعدة بتاعته ويتصبله الكراسي بتاعته ويتصب ويتقفل مباني وياخد تلات اربع جلات الاسمنت لبانه وتساب ينشف. وبعد كده بنقفل عليه تاني. ما ينفعش يقول له في يوم واحد على طول هتبص تلاقي الجدار ده فتح منك. هي نفس الفكرة برضو في تركيب الاعدة برضو. هو عم بنساوي كل الزيادة. ما عندنا كده لسه فيه مسافة ما بين اه وش البلاط وما بين الشغل بتاعنا. ده الشرب على متر هو جماعة. طبعا باخد مقاسي من الشرب. عرفت ان احنا بنقض الشرب اقصاد المخارج بتاعتي عشان اقدر احدد مقاساتي صح. يعني انا واخد الشرب فوق الاعدة هو. واخده فوق الاعدة البلد برضو. بعد كده باخد ده اللي انا علمته تحت ده اخر المتر. ده وش بلاط الارضية. العلام اللي تحت ده جماعة وش بلاط هيبقى بتاع الحماء. تمام? فاحنا في عندنا ميول كمان حوالي تلاتة سنتي هيبقى على متر وتلاتة. وبقطع المصارقة دي بتكون بارزة عن الارض. يعني اربعة سنتي خمس سنتي. دي عادي ما فيش مشكلة. لو جيت طويلة عندي واصلة من غير مقطع ممكن احطها عادة وبشيل الزيادة منها بعد البلاط. اهم حاجة ان تكون ظهر برة بلاط الارضية جماعة. يعني صرف اللفرنجي ينفع يطلع من الارض هو زي ما احنا عملناه هو ان شاء الله. ويكب عليه ما نيجي كوع او ما نيجي سستة. ما فيش مشكلة. انا بتكلم على الاعدة اللي تصرف الحيطة اللي هي الاعدة اللي بيه بشيلس. تمام? يبني اه لو جت على وش البلاط. اه ما فيش مشكلة بارزة تلاتة اربعة سنتي برضو. ما فيش مشكلة. المهم ما يكونش مدفونة عشان او ما يكونش واطعة عن وش البلاط. عشان اه ما يحصل لش تسريب بعد كده. او بتاع البلاط ممكن ان هو اه يعني ينزل فيها حاجة فتكون اه الافضل انها تكون بارزة قدامي. حس ان انا حقيقة عايز ارف علىها مسلا او ارف علىها ورق. طبعا مقفولة بحيث ما فيش هتسعد فيها على ما نشطى بشغلنا وان ايه والركة بشغلنا. طبعا نحاول نمسح كويس عشان انا اتكلمت على الاتربة ده يا جماعة. طرابات بتاعمل ما انا عازل. عازل في الصرف في الغرة وفي البولي كمان. يعني اه ممكن ممكن اللحم يجيب يبقى ملحوم بمواسير معتمدة وبنرحمه بمواسير اه يعني شغل معتمد والما فيش اي غلطة خالص واللحم كويس وطلع مزبوط وللأسف يحصل فيه ان هو يجيب مياه. لو انا عندي فيه طرابة فيه اتربة من الشغل اللي ان احنا بنكسر طبعا بالهلت وبالصاروخ. والشغل ده بيبقى محطوط جنبنا. عشان كده لازم نمسح كويس يكونوا جنبنا حتة قماشة. اه ما ننساش. بالله عليكم. ده مهم جدا. او عن المصورة دي اه برضو في اه انا يمكن فيها عادة دين كنت بركب فيها بشغل اللي كان متأسس من زمان وكان صاحب الصناع والفني. كان لازم المصورة ده في الحيطة. لازم اسيب اتنين سلطة ونص ما بين الحيطة يا معا. ليه بقى دول امت البلاط عندي. عشان ده الصرف معنا اللي هيبها على بره هو رمع على البندة تانية لان طبعا في صرف تاني جاي من فوق من الدور التاني والتالت ورمع على البندة ديا وما فيش طبعا ما ينفعش ان انا اقفل كوعا جماعة في الظروف اللي زي دي لازم اعمل البندة. يعني اه ما ينفعش اقفل صرف كله على الحمان لان انا بشوف ناس يعمل صرف البلاعة واللحواض يرمي على الاربعة جوة ويطلع بكوعا. طبعا ده مش كويس. لو انا في دور ارضي وجنب منه المنور المفروض ان انا اعمل تفتيش زغير حاجة كده زغير خالص لازم تكون المسورة اللي جاية من جوة تكون اعلى من اللبرة. حوالي تلاتة اربعة سنتي. تمام? ده مهم جدا. مش لازم اكبر التفتيش. اه بحيس ان انا اقدر اعمل حصل عندي انسيادات حصل حاجة يبني شغله صح. طبعا لازم قبل ما نبني البندة اه طبعا هو هيجيب بنا ابنيها اللي لازم نرمي خرصانة تحت البندة يا جماعة. لان ده طبعا منور وفيه طبعا آآ رادم ازا ما انتم شايفين. ما ينفعش نبني على الرادم ده على طول. لازم نرمي شوية خرصانة بحيس ان انا عند الجدار. ويمكن انتم لو شفتوا التفتيش الاولاني اللي كان مقفله مش عامل جدار ناحية البيت ناحية الحيطة بتاعة البيت. لأ المفروض ان انا ابرز بالمصورة زي ما انتم شايفين ويطلع جدار تاني جنب جدار البيت. عشان لو مش متمحر من الداخل كويس ما يضرب ليش في البيت ويعمل تسريب عندي في البيت جيوه. يعني قابل جدار تاني جنب جدار البيت. اللي هو يكون جدار التفتيش اللي هيكون على الغطب. انما آآ اعمل تلال الجدران والرابع اللي هو بتاع البيت ده طبعا خطأ كبير. انا المشاوية خرصانة. حاول نساققهم كويس. آآ لو امكن ان احنا نسيب اتنين سنطي في ارادية التفتيش ده يكون فهمية بمنعه الريحة مهم جدا يا جماعة. لو بقى الصرف التفتيش ده يعني المصورة اللي بترمى على برة. اللي هي الرأسية وقت اتنين سنطي او تلاتة سنطي زي البيبة كده او البلعة. البيبة او البلعة كده بيكون فيها المنسوب ده. الشيطة الماء دولة جماعة بيحتفظوا. ما خلوش ريحة تخشي للبيت جيوه. عاما هي خربش بس تحت الجدران. اهو شايفين ده مش مالوش جدارة يا جماعة. على الان لسه بتكلم عليه كان زمان كان معمول وسايب المية طبعا ترشح في البيت حتى مش مطمحر. الواحد بيشوف مناظر وحيات بصراحة يعني تحرق الدم. بكلف بيت وشغل ومبانه خرصانة واجه عشان شوية محارة او شوية لبانها عملهم في التفتيش. وادمر البيت ويقول لك رطوبة ومشكلة. معلش انا طولتها لكم النهاردة جماعة وصدعتكم. آآ يساعدنا اللي اول مرة يشرفنا يشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.